السلام عليكم ورحمة بكم معنا في هذا الفيديو الجديد حول مع الأسف الإخوان هناك بعض المشتدميرين لم يلتزموا بخطة يعني عدم إعادة استثمار الكاشباك يعني أرى أن خصوصا في الفريق الخاص بأرى بعض الإخوان يقومون بعض استثمار كما ترى في هذا المكان إذا قمنا بالداب إلى الكاشباك سنجد أن هناك كبيرا يقوم بعض استثمار الكاشباك وأيضا وهذا الإخوان راجع لأن هناك بعض إخوان يعني بعض القناوات الجديدة تتحدث عنها ماركتينج خرجوا بالتصريحات وأيضا يعني أمور صراحة يعني جعلوا يعني زعزعوا ثقة المستثمر في خطة أو آآ عدم إعادة استثمار الكاشباك ماذا قالوا؟ أنهم آآ هناك يعني نهج جديد للأي ماركتينج من أجل تطبيق خطة الإنقاذ مرة ثانية التي هي يعني صندوق الحماية أي أن الشخص إذا لم يقوم بأهداة استثمار الكاشباك الخاص به سيضطر إلى شحن من محفظة خارج جي حتى يستعليم يعني الأموال الموجودة الذي هي في الكاشباك وما إلى ذلك سنتحدث عن هذه الأمور الإخوان في هذا الفيديو تابعا ما الفيديو حتى النهاية وفي نهاية هذا الفيديو سنتحدث عن طص أو عن رابط الموجود في جولد نوي الإخوان الذي هم مستثمرين في شركة جولد نوي قاموا تم إضافة يعني رابط جديد في الشركة سنتحدث عن هذا الأمر وعن يعني آخر أخبار حول هذه الشركة بشكل سريع جداً إذن لا تنسوا طبعا الحال اشترك في القناة وإذن تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد وأيضاً لإنضمام لقناة التلقرام الموجودة في أول تعليق أسفل هذا الفيديو دون الإطالة مباشرة إلى التفاصيل كما هو موضح في هذا المكان لم نقوم بهذا الاستثمار الكاشباك مشكلة الأصفار لا زالت تغزو جميع الحسابات آآ يعني الإخوان هناك من يقول أن بدأت صحيح البيانات لكن صراحة أنه لم أرى أي شيء سواء في حسابتي وأيضاً الإخوان يعني لم يقوم أي شخص به يعني إرسال لي سكرين بأنه تم يعني تعديل الأمر وهناك تعديل أو تصحيح فيها البيانات وما إلى ذلك لكن هناك بعض يعني من يقول أنهم قاموا به من خلال الفيديوهات وما إلى ذلك إذن الإخوان لازال مشكلة للتصفير الحسابات المستمر ويعني الحملاء الخاصة بإعدام إعداد استثمار الكاشباك هنا كمان طبعاً لا يطبق هذه الأخيرة حيث يقوم بإعداد استثمار الكاشباك لأنه يريد أن يستفيد بشكل كبير من الكاشباك المتركة ما لديه في هذا المكان ما رأيك هل من الأفضل أن نقوم بإعداد استثمار الكاشباك أو الأفضل هو أن لا نقوم بإعداد استثمار الكاشباك يعني الآن الآن هنا كما قلت يعني أخبار جديدة فقط من يعني من أصحاب قنوات يقولون أن يعني سينهج يعني خطة الإنقاذ المرة ثانية كما فعلت سابقاً وهي يعني يعني عمل صندوق الحماية يعني حتى يستطيع إتاحة السحب ومن لم يقوم بإعداد استثمار الكاشباك سيضطر إلى أن يعني يعني صندوق الحماية سيستفيد منه فقط الإخوان يعني كات سابق الذين فقط لديهم حملات إعلانية شغالة وما إلى ذلك إذا لم تكن لديك حملات إعلانية شغالة فيجيب عليكم أن تقوم بالاستثمار من محفظة خارجية وهذه الأمار للإخوان يعني مجرد يعني إشاعات ومجرد تخمينات يعني لا يوجد يعني آآ ليس هناك تصريح من يعني المسؤول يعني عن الإعلام وما إلى ذلك وإذن من الشركة نفسها لا يوجد أي شيء يعني فقط تخمينه يعني تبريديكشن منه أشخاص يعني يجتهدون في هذه الأمار لهذا الإخوان لا تأخذوا أي شيء ترونه على الفيديوهات بمحمل جد لأنه لا يوجد صريح يعني أو بيان رسمي من الشركة يعني هذا من يعني هذا من جهة الإخوان فنحن لازلنا يعني متواصلون في العدم استثمار الكاشباك فقط تصبروا يعني هذا الشهر لينتهي ونرى ماذا سيحدود يعني ربما يكون اجتماع يعني بخصوص لاجتماعات الإخوان كما تعلموا تمت أجيل الاجتماع أيضا مرة يعني أخرى يعني قاموا بتأجيل الاجتماع أيضا لأن الإخوان لا يوجد ما يقال في الاجتماع والله أعلم لأنهم لم يقوموا بيتهم يعني لا يزال مشكل المجمعون لا يزال يعني مشكل لم يتم حل مشكل مع المجمعون ولا زال التحقق من الحسابات سواء كانت روسيا أو غيرها لا زال مستمر وأيضا هنا كما ترى لدينا مشكل في تصفير الحسابات هذه المشكلة يعني يتم معالجتها وتظهر أيضا من جديد كما ترى هنا بدأت لدي مثلا في هذا الحساب من يوم إذا قمنا بالنزول الأسفل هنا تقريبا من 12 أو أكثر من ذلك سنقوم بالضغط على هذا المكان نقوم بالنزول نعم كما ترى هنا بدأت من يوم تقريبا 10-7-22 يعني الروبو يجلب فقط 0-0-0 وإذا قمنا بالذهاب إلى الIMP نتورك وذهبنا أيضا إلى الPRTN كما ترى هنا فتم يعني مزامنة يعني توقف حتى العمولات في الIMP نتورك يوم تقريبا هنا آخر عمل تلقيتها يوم تسعة يعني يوم عوشرة لم أتلقى أي عمولة آآ رغم أن هناك من يقوم estimates الكشبك هناك من يقوم بعد استثمار الكشبك لكن لا نتلقى أي عمولة كما ترى هنا الإخوان الذين قلت أنهم يقومون بإعادة saثمار الكشبك خماذاو الكشبك أهذا قمت باستثمار 1 ألف دولار ذكرى 1isch50 50 وما إلى ذلك الأخوان الذين أدعى لإعادة استثمار الكشبك كم من الوقت ونحن هنا نقوم باعدة استثمار الكشبك اسبروا هذه المدة لنرى ماذا سيحدث وماذا سيقوم أو ماذا سيعمل الـ EI Marketing اسبروا مدة معينة شهر أو شيء من هذا القبيل لنرى ما هي التدعية من وراء هذه الأمور وبعد ذلك الإخوان يمكن أن نقوم بعد استثمار الكيش بيك وان أول شخص سأقول لكم أعدوا استثمار الكيش بيك وسأقوم بعد استثمار معكم الإخوان فقط ننتظروا رجاء وإذن شاركوا الفيديو مع الإخوان وإذن أي مستثمر تعرفه أو لا دعي الاستثمار ولا دعي الاستثمار الكيش بيك وقموا أيضا بهذه الأمور في جروبات الخاصة بالاستثمار خصوصا المتمنة بالـ EI Marketing وغيرها فيما يخص الإخوان هنا كمان يتحدث عن السحب هل EI Marketing سيبتح السحب أم لا صلاحة أن الإخوان إذا تمح المشاكل مع المجمع لأن الإخوان حتى الآن EI Marketing حصوصا هو لا يملك هذه الأموال لأن أغلبها لا تزال عند المجمعون أغلبها لا تزال عند المجمعون والمجمعون لا يوردون تحرير هذا الآن EI Marketing يعمل بجهد من أجل أن يفك مشكله مع المشمعون وهي أن يقوم بالتحكيذ أولا أن العلامة أن EI Marketing ليس له علاقة بروسيا وأيضا أن يثبت لهم أيضا أنه يدفع للمستثمرين وهكذا سيتم حل هذه المشكل وسيفتحه السحب بالطبيعة الحالي حتى يتم تأجيل تحرير الكاشباك وإذن يستئناف العمل من جديد مع علامة التجارية العالمية وأيضا مع المجمعون الإخوان إذن هذا ما في الأمر إذن استبروا بعد الشيء لا دعية لإعادة استثمار الكاشباك فأنا والمستفيدين من إعادة استثمار الكاشباك لكن أنا أقول لك لا تقوم بإعادة استثمار الكاشباك لا تقوم بإعادة استثمار الكاشباك فقط إن تظير لنرى ماذا يحدث يعني أتبخلوا علينا الإخوان بالضغط على الزر لايك وشكرا جزيلا لكم ما رأيك هل من الأفضل أن نقوم بإعادة استثمار الكاشباك أو الأفضل هو أن لا نقوم بإعادة استثمار الكاشباك يعني هل أنت مع إعادة استثمار الكاشباك أم لا قم بتقديمنا أيوك أسفل هذا الفيديو وشكرا جزيلا لكم إذن ننتقل الإخوان إلى جولنوي جولنوي بالنسبة للإخوان الذين يسألون حول هذا الرابط الموجود هنا كما ترى هذا رابط جديد قامت الشركة بإضافته في هذا المكان وهذا الرابط الإخوان رابط آمين جدا عندما يكون مثلا صيانة في الموقع أو شيء من هذا القبيل تقوم عندها بإخذ هذا الرابط تستطيع أن تقوم بالولوج إلى حسابك مباشرة حتى وإن كان الموقع في صيانة أو شيء من هذا القبيل تدخل من خلال الرابط ترى حسابك وترى الشركة وترى الأرباح الخاص بك وما إلى ذلك دون أي مشكلة حتى وإن كان الموقع قرأة يعني قيد الصيانة على ذو يعني يعني مزد هذا الرابط فبالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون هذه الشركة فهي شركة تعمل في مجال الدهب تقوم بالتقيب عن الدهب تبيع أيضا الدهب الذي همت شر إلكتروني ضخم على الأنترن المطار هنا ومرخص أيضا يبيع يعني الدهب وما إلى ذلك سعد دهب يا سبائك دهب وما إلى ذلك الإخوان كما ترى في هذا المكان وأيضا يعطيك فرصة الاستثمار المال خاص بك وأيضا أخذ ربح جيد جدا كما ترى هنا إذا قلنا بالتابل الرئيسي أو هومبيجي هنا سنجد آلة حاسبة خاصة باحتساب الأرباح وهذا يمكنك السحب كل أسبوع أو كل شهر كل ثلاثة شهر كل ستة شهر 12 شهر وكل 24 شهر وطبعا نسبة الأرباح تختلف من مدة السحب إلى أخرى مثلا هنا شهر تأخذ 3.5% هنا ثلاثة شهر تأخذ 4 في المئة نسبة الأرباح مثلا ألف دولار تعطيك ثلاثة ألاف وتمانين يورو كما ترى في هذا المكان يمكنك السحب كل شهر 160 دولار هو الإخوان يعني استثمار جيد لمن هو مهتم بهذا الأمر وأيضا تعطيك الشركة مكافآت وأيضا مكافآت عن تسويق وأيضا تأخذ من خلالها ممكن ربح أيضا رحلات وأيضا ممكن وأيضا يمكن ربح الهواتف الدكية وأيضا اللابطوبات وإذن الرحلات أو زيارة المقارات الشركة بدبي وما إلى ذلك كما ترى في هذا المكان فأي شخص لم يستثمر في هذه الشركة والذي يهم مبلغ من المال فانصحه أن يطع بعض من المال في هذه الشركة وينسها ويطرقها جانبا تجلب له كل شهر يعني راتب شهري جيد جدا يقوم بالاستفادة من هذه الشركة ويذهب لاستثمار في مجالات أخرى فهذا هو أحسن وأفضل يعني اختيار أتمنى لكم التوفيق الإخوان لا تنسوا الاشتراك في القانون إذا تفعل زر الجرس والسلام عليكم